بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني اشعر انني بحالة جيدة. اشعر انني بخير. ناخد المحادسة الاولى كده. الام هنا بتتكلم مع ماجد ابنها فبتقول له يعني الغداء جاهز. التصريف التاني من يعني صنعت. محاد بصوا بقى فين نوت هنا. وفور اس مورش فور اس لح فور اس. يبقى بصوا بقى. الغداء جاهز انا صنعت اه او قمت باعداد عملتلكه يعني اكلة مميزة. طعام مميز. فماجد قال لها امام. امام يعني يا ماما يعني. امي ات ات دي بتقول له على الفود الطعام. احنا قلنا الاكل لا يعد. فبنبدله بكلمة ات. ها ات. و ات بتاخد اس في الفعل. يعني مش لوكس. طب لو جات وراها صفة تترجم يبدو. مش ينظر. يبقى ات هو على الطعام لكس يبدو لزيز. فالام هنا قالت له ايه? بتختبره يعني. هنقول تلك يعني انهو. زي ويتش بان انهو الم. ويتش بوك انهو كتاب. ويتش دراس انهو فستان. ويتش دي للتخيير بين الاشياء. يعني انهو كده. ويتش فود يعني انهو طعام على الصفرة يعني. من اللي احنا بنكلوه ده. ها? comes from our country. ممكن نقول له اول اول او ار. ار كده. فاقول ويتش فود comes from our country. ديو ثاني. يعني اي طعام يأتي من بلدنا في اعتقادك. تفتكر كده يعني انهو اكل بيجي من بلدنا. ويتش فود اننا نزرع الارض في مصر. I think we grow rice in Egypt. فالامة قلت له. yes that's right. what else? كلمة what else هو ماذا ايضا. زي بالبلد كده وايه كمان. what else وايه كمان. فالولا قاعد يفكر كده من الله. I think we raise chickens in Egypt. واحنا قلنا ريز نربي. يبقى نحنو نربي. chickens الفراخ. الدجاج يعني in Egypt في مصر. فالامة قلت له yes and tomatoes and onions. بصوا بعد نط. tomatoes and tomatoes and onions. والطماطم والبصل. Egyptian farmers. الفلاحين المصريين. ده اسم جامع. جامع. فنقوله produce بدون s. انا بحط s اللي هو الفعل مفرد. فلاح واحد. فقول produce ينتجونا many things. الكثير من الاشياء يوسي يعني تراها on this table. على هزي الترابيزة. وراح تايلله يلا ناكل. احنا قلنا بيجو راها مصدر الفعل. بدون اضافات. بمعنى ايه? هيا. 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 راح قال لها يقوم. ويوم دي معناها فرحان يعني الاكل اللذيذ يعني. طيب. في هنا جملة. اه زي سؤال واجابة. احنا قلنا اداة دو فاعل مصدر. يعني ما الطعام او ما الاطعمة. دو ننتجه. يعني ما الاطعمة اللي بننتجها يعني. في مصر. خدتوا بالكم من تكوين السؤال اداة دو فاعل مصدر. والفعل هنا ويه? والمصدر بروديوز. يبقى دول what food do we produce in ايجبت؟ راح الا اه? we produce. نحن ننتج vegetables. خضو بغلكو من assessment. vogم تضعون انا غلمة قبل ايجي. vagem. هل تتقوشي ال TANY? vegg. اسم ع 이번ة الاجي Queنيو جذب 10. ويبقى we produce vegetables like onions, potatoes and tomatoes. بسو؟ not戈. поех Regional too DevOps and tomatoes. بوتاتوزان. هل تقول لكم بتخش الزبق? بوتاتوز ان تماتوز. يبقى طب لايك هنا معناها ايه? مثلة. نحن ننتج الخضروات مثلة. شفتوا لايك ليها كان معنى اتنين. قلناها في الشرح في الجرامر. قلنا ان لايك ممكن تيير معنى مثلة او يحب. لا بس هنا هتبقى مثلة. ننتج الخضروات مثلة البطاء البصل والبطاطس والطماطن. يبقى لايك انا بيقول ايه? اه نقرى الكتعة دي بسرعة ونشرح المعنى اللي فيها بسرعة. بتقول له هنا ايه? يعني ايه? هل تعتقدينه? بص هنا. هل تعتقدينه? هل تعتقدينه? يا جهود اتلاقي يا سايدو. يبقى دويه بنجاوب عليها بيا سايدو. هتلاقي اي دو ممكن اقولها. اي دو. اي دو. اي دو. يعني امارس الكسير من الرياضة في المدرسة. بحفظوا ان ويك اندي بيزبيق حرف الجرون. يعني في الاجازة. امشي بتخلينا ترجم يعني امشي الى بيت جدتي. بروح لبيت جدتي ماشي يعني. يعني مع عائلتي. بيجي بعد لايك الفربي فيه. انا حقا احب الماشي. لان بحب استطيع يعني وانا بمشي كده ان نتكلم مع بابا وما تعتدرتش معا. يعني يمكننا رؤية. وكان بيجي بعد كان المصدر. نرى. نقدر نشوف يعني اه المحلات والبيوت المختلفة. انا لا اكل الحلوة. لكن اكل الفاكهة. يعني فاكهة المفضلة. البانانة الموز والبطيخ. امي يعني وحطيني قس عشان مام مفرد. دي صفة. صفة بنعنى رائع. ها? تمام? يعني اللبن اللي هو بالموز ده. يعني اللبن بالموز. فبتعمله رائع يعني. اللي وراها بتقول لها. هل تعتقد انك بصحة جيدة يا ادم? هل ياس ايام? يعني ايه? نعم ايام انا. يعني انا في فريق كرة السلة للمعاقين اللي هم بيلعبه على كرس متحرك ده. اسمهم ايه? اه فريق كرة السلة للمعاقين او الكلاسي المتحركة اسمه قوي لتشير. بسكتبول في المدرسة. نحن نمارس بنتمرن يعني. ها? بنتمرن. تلات مرات كل اسبوع. اي درينك كولا باشرب كولا الحاجة الساعة. ممكن اقول له اي وانا. اي وانا درينك مور يعني اريد ان. وانا تو يعني اريد ان. ها? درينك اشرب. فيقول ايه? يعني انا باشرب كولا لكن اريد ان اشرب مزيد من الماء. عايز اشرب مية اكتر يعني. انا مش بلعب فيديو جيمز لاني مشغول جدا. انا بلعب بسكتبول بلعب بسكت وبالعب كرة قدم في اللي هي الحديقة. اه الاخر فاقرة بيقولها هل تعتقدين انك بصحة جيدة يا درين? لا ايه? انا اعتقد ان اني بصحة جيدة. يعني ماما وانا. ها? بيجي بعد برضو بالفيربي في ايه نجي او نازهب للمشي. في الصحراء مع ابي. بابا عالم. ها? ها? احنا قلنا بيجي بعد لايك الفيربي في ايه ايه ايه؟ هى؟ طبعا هي بتاخد لايك مش لايك. الفعلي بقى اللي بعد لايك نحن نذهب معه كل أجازة هو بتكون ممتع لكن جو بيكون حر أحياناً أنا فقط أشرب ماء لأحب كل الحاجة الساعة بحب البرجر ولكن فقط أكل فقط يعني ستدودش واحد في الأسبوع ماما بتعمل سلطة لذيذة هكامل بس الحتة دي وخلاص ها بط يعني لكن يبقى الكلام بيكمل بعض أهو بيقول ايه نستخدم اللي ربط فكرتين معاً يعني واحد مثلاً بيلعب رياضة وبياكل أكل صحي نقوله أنت بيمشي إلى المدرسة ويشرب مية كتير اللي حاجتين كويسين بيغزوه بيفيده صحته وكده يبقى خلاص الاتنين أنت إنما بيعمل حاجة كويسة أو حاجة وحشة نحط بط بيحب حاجة ما بيحبش الحاجة التانية نقوله بط بصوا هنا أنا باكل الخضروات وبتمرد أكل الخضروات مفيد التمرين مفيد يبقى نحط بينهم أنت طب بنستخدم بط للتناقض حاجتين مش ماشين مع بعض أهو ممكن أقوله أنا عايز ألعب كرة عايز ألعب بس قصبت في رجل طبعا ما قال لكن أو بس كده يبقى هو عايز بس ما ايه متصاب في رجل تمام بصوا بقى الجملة دي لاحظوا الأيام بيصبقوا حرف الجرق قال يعني يوم الأربعاء يعني بصوا بيمارس أو بيتمرن بس كده وبيرجع كل يوم ماشي بيروح المدرسة ماشي يعني بيرجع البيت ماشي من المدرسة كل يوم وده يعتبر ايه هنا ربط بأندليل اتنين كويسين إن هو يلعب بس كده في النادي ويمشي يجي من المدرسة ماشي الاتنين حلوين الحاكتين حلوين ويقاووا جسمه ها يبقى هنا نحط أنت لو جي وراهم بيتحط له اي نجي اهو يبقى بلاين انا بحب ألعب فيديو جيمز ها ألعاب الفيديو ألعاب الكمبيوتر لكن بلعبها اللي هي ذن دي بتعود على الفيديو جيمز يعني هو بيحب الحاجة بس بيلعب ايه يوم وستكت بس المفروض بس أنا كل يوم يلعب هترى ما بيحبها لا ده هو بيلعب يوم واحد زي اللي قال بيحب البيرجر بس باكل ستدودش واحد كلمة بس دي او لكن نحطه ايه بط تمام؟ ناخد القصة دي ريدا لليسن يعني اقرأ واستمع الى القصة بص تشينج 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 ده تشينج ده ده واحد سيني كان يعيش او عاش تشينج منذ فترة طويلة في السين من يقول معاه بالعرب؟ تشينج لفت لونجا جو ان شاينو ينج تشينج منذ فترة طويلة في السين نمو رسوله عندما كنت بدأت به، كانت هناك قصر جميلة في أي يوم، قال الإمبراطور، ستكون هناك منافسة سوف أعطي بزرع لكل مستاني الشخص الذي يمكن الزراعة ألماً لبات، من البزرة سيكون الإمبراطور الثاني يعني هو عمل إيه؟ جاب الفلاحين كلهم، قال لهم إيه؟ قد كل واحد بزرع، وقال لهم اللي يزرع أحسن زرعه، هو سيكون الإمبراطور بعد بيه يعني هو اللي عيحكم البلاد من بعد بيه فكلهم طبعاً فرحوا كده ودخلوا في المسابقة دي، تمام؟ ناخد بقى بيت القص الفقرة التانية أه، يعني الإمبراطور قال إيه؟ خد القدر، القدر اللي هو الـ البوت ده الاناق كده او الوعاء الكبير اللي بيحطوا في الطينة ويحطوا في الزرعة عارفينو القصيص ده ده اسمه فقال له خد ايه البوت وايه وحط فيه الزرعة دي لسه بعد كده بيقول ايه بقى اجعلها تنمو صحي يعني بيقول له ايه انت بقى حط الزرعة دي كبرها كده لحد ما تطلع زرعة حلوة ورح قال ليه بقى اللوم معلومة يعني ايه قاعد ايوة النبات ايه لك يعني خد الزرعة دي وخد القصيص ده اللي والبوت وزرع بقى برحتك وهاتل الزرعة تاني تمام كده بعد كده بيقول ايه بقى احنا قلنا جود مع ات يعني شاطر فيه تشينج ده ايه يعني ايه تشينج ايو تشينج الاشياء والعناية بحديقات احفظوا بقى بصوا قاعدة دي بتاخد حرف جر ات وبيجي بعدها بيجي ايه good add growing good add growing good add growing thanks and the looking after his garden يعني بتاخد add وبعد add بزود للفرب what is i energy يبقى good add growing and looking after his garden المهم يعني إيه يعني حط البذرة في الإناق ده وبقى يسقيها وحط تعرضها للشمس عشان تكبر وتبقى حلو لكن لم يحدث شيء والبذرة ما بتطلعش البذرة ما بتطلعش النبات النبات عمل كل يوم يعملوا بس الزرعة ما بتكبرش خالص المهم ناخد بقية القصة كان لدى المستانين الآخرين نباتات نمت يعني ايه التانيين زرعوا خدوا البذرة وزرعوها والزرعة كبرت تمام في قصر جميع المستانين لديهم نباتات جميلة وكله برايح بالزرعة بتاعته حلوة كده في القصر ها إلا مين إلا تشينج ده يعني ايه ساعد الامبراطور اه اه اين هو النباتة فين الزرعة بتاعتك فين اه فين نباتتك اللي انت زرعتها ده مين اللي ساعده الامبراطور لانه رايح له بيها فاضية ها قطينا بس ما فيش الزرعة ما كبرتش قاله I worked very hard I watered it every day قالت تشينج أسقيها أو أرويها كل يوم اه كل يوم بس ايها وعرضتها للشمس وعملت كل حاجة لكنها لم تتنمى لكنها لم تتنمى قالوا الامبراطور لذلك لذلك ازا ازا اه اه انت الفائز بقى يوين انت اللي كذبان بصوا بقى قالوا تب عارفيني السبب السبب هو السبب عيقوله The seeds I gave everyone were dead لقد اعطيت جميع المزور ميتة شفتوا بقى ازاي المزور اللي وزحها على المزارعين كلها ميتة يعني كده كده مش هتطلع زرع ها عرفتوا بقى هم عملوا ايه هم عملوا ايه بقى هم راحوا جابوا زرعة من حتة تانية مش هي الزرق مش هي البزرة اللي مدها له راحوا ايه جابوا من حتة تانية زرعة سليمة وحطوها اكين هم اللي زرعانة ومش هم اللي زرعانة دي اصلا البزرة ميتة فهمتوا قالوا ايه انا I gave everyone I gave everyone where dead البزور اللي ديتها للجميع كانت ميتة قالوا ولا يمكن ان هي ايه تنم ولا يمكن ان هي تنم ولا ان هي ميتة البزرة ميتة مش هتكبر قل لي يعني ايه انت فقط الجيد والامين انت انسان جيد وامين انسان صالح هم ليه بقى عشان مغشتش مروحتش جبت زرعة من برة وحطتها وكذبت وما كذبش يعني مش بيجزب هم قالوا الحقيقة قالوا لا انا حاولت بس ما قدرتش لذلك سوف تكون الامبراطور القادر يعني ايه كلمة تقول بي ستكون ها يبقى انت ستكون زينيك الامبراطور القادم يبقى هي دي عشان هو ايه انسان امين انا بعمله بشيل اجين بشيل ايه اجين بس احط ري قبل الفعل احط ري قبل الفعل الار اي دي بتساوي اجين تمام يعني هو بيض البيت مرة تانية ايه البديل بتاعها اقولها ازاي بطريقة اخرى ام ايوة يعني ايه هو اعاد طلاق المنزل هو اعاد طلاق المنزل عاديد نفس المعنى فهمناها مش ناخد يبقى نحفظ برضو كلمعنى اعاد طلاق المنزل اعادة ايه طلاق المنزل نحفظ الفعل الجملة اللي وراها يعني ايه هي غسلت او نضافت عجلتها مرة يعني هي غسلتها بس مش قوي لسه بتوسخها في غسلتها ايه مرة ايه تانية يبقى يعني هي غسلت العجلة مرة اخرى عايز اقولها بطريقة تانية ايوة 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 صح هي بتساوي يعني اعادة تنضيف العجلة اعادة ايه تنضيف العجلة تحفظوا الريكلين ده اعادة تنضيف الجملة اللي وراها هين ميد بيتزا همت بيتزا اجان هي ري ميد بيتزا اه يعني هي ري ميد بيتزا يعني هي هو اعادة صنع البيتزا يعني عمل تلعت وشفى عملها تانية عملها المرة تانية طيب يعني عملت الواجب مرة تانية عايز اقولها بطريقة اخرى المهم احفظ معني الكلمات عشان اهم حاجة المعنى. اعادة طلاق. اعادة تنظيف. اعادة صنع. اعادة ايه? صنع. اعادة عمل. عمل الواجب يعني. خلاص? فاهمتوا الحتة اللي انا بتقول? دي عن قطع عن محافظة دمياط. فهنا بيقول لي ايه? نقرأ كده بنروح. الارض يعني ايه? محافظة دمياط. يبقى الارض في محافظة دمياط يعني ايه? لما تيجي معها حرف جاري ايه? معناها ايه? غنية بيه. يبقى الارض في محافظة دمياط غنية بيه. العناصر الغذائية. يعني ارض حلوة لما تحطي فيها زرعة هتطلع زرعة حلوة. جبير. غنية يعني. تمام? يبقى الفلاحين الفلاحين كان احنا قلنا بيجي بعد كان المصدر. بيجي بعد كان ايه المصدر? يعني يقدروا يزرعوا في الارض دي. ريس. تماتوز. بوتادوز. ويت. ويت دا الامحة. لمون. اللمون. غريبس and guavas. غريبس and guavas. غريبس العنب والقوافظ اللي الجوافة. بس مطاع قوافظ. قوافظ. تمام كده؟ يبقى اول بيجي اللي يبقى ايه? تاني كده. the land in the meadow government is rich in nutrients. كمان? نكمل بقية القطعة. دي جمع فيشر من. فيشر من بلقيه كده الصيادين. لو شلت الايه وخلتها ايه? يبقى الصياد. يعني بلقيه صياد? بلقيه صيادين. كده جمع. بصوا حتى وجيه وراها كاتش من غير اسة هو. كاتش مصدر. عشان الاسم اللي قبلها جمع. يبقى الصيادين كاتش يستدون. يعني الاف من السمك. ان ذا سيف البحر. كاوز. خلاص? يبقى الصيادين يستدون. الصيادين يستدون الاف الاسماك من البحر. سهلا جمع دي? اللي وراها بقى. كاوز البكر. كاوز البكر. جوتس اللي هي المعيز. فنقولها يبقى ايه كاوز. جوتس نشيف. كاوز البكر جوتس المعيز. وشيف اللي ايه? الاغنام. اللي هي الخرفان. كل الحيوانات دي ايه? قلتلكم لما تيجي ايه? لو تفتكروا في الفيديو بتاع الكلمات اخدهم مع بعض. اه? دي في اخر الكلام يعني ايضا. يبقى الحيوانات دي كلها كلها بتعيش في محافظة ايه? دميات ايضا. دمياتي تشيز. هيت ندق دمياتي كده. دمياتي تشيز اللي هي الجبنة الدمياتي. مشهورة جدا ومعروفة. معروفة جبنة اللي بدا الدمياتي. تمام? فيقول لك جبنة دمياتي. يبقى دمياتي تشيز مشهورة جدا. اخر بقى فاكرة يعني حوالي واحد ونص مليون. يعني واحد يعني نص. يبقى حوالي واحد ونص مليون. يبقى واحد ونص مليون. يعيشونا في هذا الجزء من مصر. الحياة جميلة في دمياتي. لحياة جيدة في دمياتي. انتظر الطوارب مماندين في دمياتي. اولا كلها انجليش بس من غير ترجمة. وتحاولوا تستوعبوا المعنى. The land in the in the government government its rich in the nutrients. the farmers the farmers can grow rice tomatoes potatoes potatoes wheat lemons grapes and guavas. Fishermen catch thousands of fish in the sea. Cow's goods and sheep live in في المعارضة أيضا. المعارضة 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 المعارضة. مصدر أحد أسفل ملعين في المعارضة الأخير. حياة جيدة في المعارضة المعارضة.